ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثم مسألة أخرى هي فرصة للمحامون الشباب الاحتكاك بهذا النوع الجديد من القوانين وكذلك سقل مهارات المرافعة خاصة في مثل هذه القضايا وهذه الملفات نسبة للنصيحة هو انفتاح على الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة والانفتاح على قوانين أخرى تتصل بالموضوع حتى تكون مرافعة شمولية وغير منحصرة في زاوية معينة اليوم كنا المسابقة الوطنية الأولى لترافع حول القانون 113 هذا القانون هذا اللي مناهضة ومحاربة العنف ضد النساء اجتمعنا احنا كجمعية استحدي ومشمع مدني مع هيئة التربية وهيئة جمعية محمد الشباب وفكرنا باش نديروا هاد المسابقة في إطار الأيام الأممية باش نخرجوا هاد القانون دي العنف ضد النساء نخرجوا الوجود نعرفوا به الناس ونعرفوا به المحام المتمرنون باش يديروا فيه مرافعة لنبسطوا جميع الأليات وجميع المعيقات ديال هاد القانون الحمد لله اليوم كما شفتوا معانا كان تواجد عدد مهم مما يفوق مئتين محامي ومحامية متمرنة عدد المشاركات والمشاركين في المسابقات تقريبا 14 مشاركة أو مشارك تنتمنى ان شاء الله يتوفقوا في الترافع ديالهم وهذا النقطة ديالترافع هي أصلا من المبادئ الأساسية دي مهنة المحامات لأن المحامي هو اللي سترافع المحامي هو اللي تخرج للوجود المشاريع وتسن المشاريع وتخرجها تنزلها على أرض الوجود تفعيل جيل هاد القانون أولا ما زال بزاف ديال فئات المشامع ما تعرفوش هاد القانون كان خاصة فئات النسوية اللي هي اللي تتعرض بالدرجة اللولى للعنف تتعرض المرأة للعنف مرأة وجوج وثلاثة ولكن ما تتعرفش فين تمشي ما تتعرفش بأن كين خلايا اللي ممكن يستقبلوها على مستوى الشرطة الضابطة قضائية أو الدرجة الملكية أو المحاكم تدائية أو محاكم السناف هاد المكونات كاملين فيهم خلايا اللي ممكن يستقبلوا النساء المعنفات يستمعوا لهم يرشدوهم يبينوا لهم المستارة كما يجيب اللي تتبدأ بالشكاية تتوجه لدى السيد وكيل المالك وتتأخذ المصار ديالها حتى هادك المعنف المتهم تيخذ الجزاء دياله والضحية تتأخذ الحق ديالها بغينا نوصلوا بأنه ما نبقاش ساكتين على العنف اللي ستتعرض عليه المرأة لأنك كين قانون يحميها من العنف اشتركوا في القناة